إلى السيد بهاء حلال وهو الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والإسرائيلية يعطيك الفعافية سيد بهاء بداية يعني هناك عملية دقيقة حدثت قبل قليل في الضاحية الجنوبية هل هناك أي تأكيد ما إن تمت أو كان هناك نجاح لعملية الاغتيال أم لا؟ نساء الخير بس أود أن أصحح أنا لست خبيراً في الشؤون الإسرائيلية أنا خبيراً في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية نعم أهلاً وسهلاً بك طبعاً هناك عملية كبرى عدوان أساسي قام به العدوك والإسرائيلي وأسفل عن تدمير منطقة سكنية كاملة وبالتالي استعملت فيه قنابل أمريكية وهي أم القنابل بحدود 80 طن وزن هذه القنابل مما أدى إلى تدمير منطقة وبالتالي استشهاد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله وهنا نجد أن عند هذا الموضوع أحدث تحولاً استراتيجياً في هذا الصراع إن كان على صعيد الصراع ما بين المقاومة اللبنانية والتي تدافع عن شعب اللبنان وتساند غزلة من أجل حماية الفلسطينيين ضد العدو الإسرائيلي وإن كان على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي والذي كان هو عنوان قصان الأخصى الذي أحدث تحولاً استراتيجياً أفقد العدو الإسرائيلي أصلاً يقينه في أن يكونهم بصراً وأن يكون له الدور الأساسي الذي أعطته إياها أعطته إياه هذه الدول الغرب الجماعي وأمريكا وهو التفوق العسكري أنا هو يقوم الآن هو ما يقف عليه يحاول أن يرسل رسائل من خلال هذه العمليات العسكرية التي وسمها أو عنوانها بعملية الصدمة والترويع مما أدى إلى تجير الكثير من المواطنين اللبنانيين من جنوب اللبناني ومن بعض المناطق الأخرى فهو يكون بقصد هذه المناطق اللبنانية ويستهدف الطرقات هذا تصعيد خلقت مع استشهاد القادة وبالتالي سماحة السيد نصر الله هذا أدى إلى خرق كل الخطوط الحمراء نعم وسيكون ذلك عنوان القيادة الجديدة في حزب الله والتي ستركتب أولى طوياتها على هذا الأساس وبالتالي تسعى إلى حماية قراراتها من أجل الذهاب لجه المرحلة الجديدة التي ستكون كبيرة جدا وخطرة جدا نعم سيد بها الكل يسأل حول شكل السياسة اللبنانية بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني كيف من الممكن أن تكون والهناك تغييرات على المشهد السياسي اللبناني الداخلي لا أعتقد أن هناك أي تغيير أن المقاومة اللبنانية مع ارتباطاتها في الداخل اللبناني وارتباطاتها مع ملفائها في الخارج عبر محور المقاومة وبالتالي أعدائها التي هي بمواجهتهم أعدائها التي هي بمواجهتهم سيبقى هم لم يتغيروا والمقاومة هي مجموعة أشخاص انتظموا ضمن إطار ضمن إطار معين ملتزمين بعنوين أساسية ومبادئ لا تتغير مع الأشخاص وبالتالي مع قيمة وأهمية وأهمية الكبرى الاستراتيجية والتكدية للأمين العام الشهيد حسن نصر الله لكن القبض الاستراتيجي العام في الداخل وفي الخارج لن يتغير وستكون الأمور مستقرة وبالتالي نحن نأخذ ذلك مثلا على ذلك استشهاد سماحة الأمين العام السابر الأسبق عباس الموسوي الذي استشهد أيضا بصاروخ إسرائيلي حينها وهو بسيارته خارجا من احتفال فلم يتغير في ذهنية أو في مبادئ أو في حركة أو في استراتيجية المقاومة حينها أي شيء من الموضوع مما وصلنا إليه وبالدليل وصلنا إلى فيادة سيد حسن نصر الله رحمه الله نعم الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه فرض حصارا عسكريا على لبنان كيف تقرأ هذا التصريح؟ عمليا الإسرائيلي هو منذ أكثر من عشرة أيام أو خمسة عشر يوما يعني منذ الضربات الأمنية التي نفذها هو يحاول أن يشن الحرب النفسية عبر بث التهولات وبث الأخبار والشائعات وبالتالي بالعمل بالضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة وبالتالي على اللبنانيين وبالتالي على الدولة اللبنانية من أجل خلق حالة قلق وحالة اضطراب مما يؤدي إلى بلبلة في الداخل اللبناني برأيه وبالتالي مما يؤدي إلى إصابة هذه البيئة الحاضنة بما يسمى الانهيار الإدراكي وهذا الانهيار الإدراكي عادة في علم العلوم العسكرية يشغل عليه من أجل ضرب البيئة الحاضنة للجيوش وهي تكون للدولة أصلا إذا كان هناك جيش لكنهم يعمل على البيئة الحاضنة الشعبية من أجل أن تنهار فهكذا يسبب برأيه يسبب الانهيار العسكري ثم تنخفض إرادة القتال عند المقاومين مما يؤدي إلى السماح للعدو بالنفاس من الثغرات معينة إذا أراد أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهو اليوم ينفذ المرحلة الثانية من عملياته العسكرية وهي عملية التحكم بالتصعيد من أجل جعل هذا التصعيد ضغطا مع التهويل الذي يقوم فيه عملية الحصار العسكري على لبنان كما أعلنه منذ قليل هو يعتبر أنه سيراقب المطار وقد فعلها إذ أنه منع إحدى الطائرات الإيرانية التي تحمل مساعدات إنسانية أن تهبط مطار بيروت عبر خرقه لأجهزة الاتصال في مطار بيروت وحذر من هبوط هذه الطائرة فما كان من إدارة مطار إلا نسقط مع الطائرة حتى لا يكون هناك إصابات أو هناك استهدفات للمطار وبالتالي لسلامة الطائرة أيضا وراكبيها لذلك أنا أعتبر أنه الآن يقوم بالتحكم بالتصعيد لكن فلننتظر رد المقاومة بعد أن تستوعب ما حدث وتعود إلى منظومتها منظومة القيادة والسيطرة التي هي ما زالت متماسكة من أجل رد الفعل الذي سيضع الأمور في نصابها يعني سيد بهاء أنت مع الرأي الذي يقول بأن لربما هذه صدمة لكن هناك تنظيم قوي قادر على إكمال هذه المسيرة طبعا 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 وبالتأكيد بنيان المقاومة العسكري والميداني ما زال متماسكا قويا موجودا وبالدليل هو يعمل ننظر الصباح على استهداف كامل بقعة الكيان ووصولا إلى عكا إلى مرج بن عامر قد قصفت كل القواعد العسكرية ولن ننسى أن هذه المقاومة هي مقاومة أصلا يعني وجدت من أجل قتال إسرائيل ومن يحب المقاومون وهو أمين العام السيد حسن نصر الله كان يشتهي الشهادة وكان يرغب الشهادة فنالها ونرى أن مؤيدي ومريدي وكل المقاومين من أجل السيد حسن ومن أجل المبادئ الفضلة التي كان يربع هذه الأجيال سنبقى هذا البنيان مرصوصا ولن تؤثر هذه الصدمة على هذا الموقع نعم كل شكر للعميد ركم بهاء حلال الخبير في شؤون العسكرية والشؤون الدولية